كم شابة سعودية يجتهدن في أنهم يقلدون طبعا أو يدبلجون عفوا الموسيقى للأفلام الكرتون اليوم الحديث عن الدبلجة خصوصها ليابان هي أساسا أساس أفلام الكرتون ممكن بالنسبة لنا الكابتن ماجدان اللي قبل شوي كانت أطلبها من الكابتن ماجد الآن بيعيدوه على أنه سباستيان حاجة ثانية تماما غير اسم؟ نفسه أيوه بالضبط خلينا نتعرف شوي في البداية عن أساسيات الدبلجة وما هيتها أول شيء خلينا نعرف الدبلجة الدبلجة هو أنه يكون تركب صوتك على صوت آخر يعني مثلا خلينا نقول أنه العمل جاي مثلا من اليابان فإنت بتشيل الصوت الياباني وبتضيف لوق صوتك صوت اللغة اللي أنت جاي منها لغة عربية لغة فرنسية وهكذا فهذه العملية بحد ذاتها اسمها دبلجة مع تزامن حركة الشفاء علشان يصير الموضوع واقعي بالنسبة للمشاهد صوت وصورة جميل دانيا أنت الآن في اليابان إيش بتسوي هل بتدرسي هذا الفن أو ايش بتعمري بالضبط أنا أول شيء مرافقة لزوجي جميل بالدبلجة فيلم كارتون كيف اكتشفتي كيف نميتي المهارة خليني أقولك أنه هذه المهارة كانت مرتبطة معايا من طفولتي يعني كنت أعمل هذه الأصوات والأشياء دي فما كان فيه توجه بس كل اللي أشكر فيه أمي وأبوي إنهم أثناء ما أنا بعمل هذه الأصوات ما كانوا يضحكوا ما كانوا يسخروا لأنه عادة الأهالي الأشياء اللي ما يفهموها كثير فيخافوا فتصدر منهم ردات فعل أوقات تكون سلبية بس هما بالعكس خلوني زي ما أنا بس كانوا يقولوني دانيا معلش أرخص صوتك شوية ممتاز فاستمرت في دا الموضوع كنت كمان إلى جانب الإذاعة المدرسية كنت بأطلع وبألقي وحاجات كده بعد ما تخرجت من الجامعة صار عندي استيعاب كامل للأشياء اللي أنا كنت أحب أسويها اللي هي التمثيل الصوتي اللي هي الدبلجة اللي هي التعليق فاشتغل في هذا الموضوع أكتر لأنه كمان ساعدني تخصصين وأنا خريجة إعلام من جامعة الملك عبدالعزيز ممتاز طيب يعني زميلة طيب نبغى نسمع شيء على الهوى الآن دبلجة حية تفضلي أنا واني مجهزة نفسي من الأشياء من الماضي من اللي عملت علي صفح علينا أو أي شيء تبوني أتكلم ياباني مثلاً ولا تبوني يعني ندبلج من العرب إلى الياباني خليكي في العربي جيدكم جيدكم على السريع بالياباني لا لا إن شاء الله أنه مسألة دراسة اللغة اليابانية أنا مؤمن تماماً أنه حتخلص معك بدري يا دانيا إن شاء الله يا رب العالمي يعني نبغى ناخذ شيء عن التكنيك بالدبلجة كيف ممكن نستخدمها نبدل كلمات أيضاً هو في البداية لازم نعتمد على أنه نفهم أنه صوتك نفسه اللي وهبك يا ربي ما يتغير فإنت لازم تشتغل على الصوت تعطيه قوة أكثر فتعمل على تماريني اللي هي الإحماء التنفس معين طريقة معينة هذه بتعطيه قوة للصوت هذا الشيء الشيء الثاني لما أنت تسمع مثلاً عندك مقطع كرتوني تحاول ترخص صوت وتشوف حركة شفاهم وإيش فيه كلمات ممكن أنت مثلاً خلينا نقول الكرتون بالبطل نفسه قاعد يقول جملتين مثلاً فإنت كيف تركب جملتين متتالية بنفس الطريقة بنفس حركة الشفاة وبنفس كمان المعنى تزامن الشفاة صحيح يعطيك يا ألف عافية شكراً يا دانيا نورتينا تسلمي لي الله يسدكم جميعاً